أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير نعيمي نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهي لعام 2020 والتي شارك بها 178 ألف طالب وطالبة نجح منهم 97 ألفاً ولأول مرة في تاريخ المملكة حققا 78 طالباً وطالبة معدل 100% غالبيتهم من الإناث وبهذه المناسبة يسر مكتب نورسات في الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باتم السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسمة هاني والتبريك للطلب الناجحين وذويهم متمنين لهم مزيداً من التقدم والتوفيق في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية من جهة ثانية أعلنت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم عن عودة التدريس بالجامعات اعتباراً من مطلع تشرين الأول المقبل وبدء العام الدراسي لطلبة المدارس في مطلع الشهر المقبل